بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء المرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين قالوا إنهم دراويش تاهوا ويبحثون عن الطريق ونسوا أن الملك كله لله وأنها مملكة الدراويش أما الدراويش فقد كان لهم الكثير من التعريفات بين أهل العلم وبين أهل اللغة وبين أهل الله لكن المصريين اصطلحوا على أن الدراويش هو من يبحث عن الطريق إلى الله وهو من يتقرب إلى الله بالعلم أو السعي أو العزلة أو العمل أو غير ذلك من أمور كذلك كان للتصوف في قلب المصريين وفي قلب المسلمين الكثير والكثير من المقامات المبنية على العلم والمؤصلة للكثير من الأمور الروحانية أما عن التصوف كان علماً قائماً بذاته له قواعد وله أصول وله شيوخ وله منهج هو القرآن وهو السنة النبوية المطهرة هذا هو أول طريق وهذا هو أصل الطريق أذكركم بالرسالة القشيرية والتي تحدث فيها الإمام أبو القاسم القشيري عام 437 من الهجرة تحدث عن كثير من أهل التصوف وعن كثير من أهل الله وهو يصف مسالكهم ودروبهم وأخلاقهم وأفعالهم وكيف كانوا يتقربون إلى الله من هذا وذاك إلى رحلة معكم نبدأ فيها مملكة الدراويش طريق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين رحلة نبدأ مع حضراتكم فيها طريق إلى الله نسلك من كل الطرق إلى الله ما نجد فيه الوسائل التي توصلنا إلى مقام الرفع ومقام القرب من الله سبحانه وتعالى نبحث في هذه الطرق وفي هذه الحلقات عن الأنسب وعن الأكثر اتساقا مع شريعة الله مع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقات والتي نبدأها اليوم مع حضراتكم نتوقف عند مملكة الدراويش من هم الدراويش في عرف المصريين؟ وماذا تكون تلك المملكة؟ وكيف يكون السبيل إلى الله من مملكة الدراويش؟ في هذه الوقفة في البداية نتوقف مع ضيف كريم يضع لنا بعض النقاط على الحروف نتوقف ببعض التدبر وببعض العلم وببعض الفهم وببعض من درء الشبهات عن التصوف في هذه الوقفة ضيفي الكريم هو رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ضيفي الكريم الدكتور عبدالهادي القصبي دكتور عبدالهادي أشرقة الأنوار وأهلا بك في الحلقة الأولى من مملكة الدراويش طريق إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على ما بغوث رحمة للعالمين اللهم صلي على الحبيبة مصفى صلاة تنجنا بها من الهموم والآفات اللهم صلي على الحبيبة مصفى صلاة تمحو بها عنا السيئات وتحقق لنا بها أقصى لغاياتي في الحياة وبعد المملكة أسمحي لي في البداية يعني أن أهنق شعب مصر بحلول الأيام الطيبة بشهر الانتصارات وشهر القرآن والقيام والعطاء والتواصل وقبل ذلك أود أن أوجه شك عظيم الشك إلى الشركة المتحدة التي تقدم هذا البرنامج الذي يستعيد الهوية المصرية ويبين الحقائق وينتصر بالوعي وعي المتقفين ووعي المتابعين ووعي المشاهدين تحية إلى الشركة المتحدة التي أنتجت هذا البرنامج القير وتحية لحضرتك في حضورك معنا في الحلقة الأولى وهي المستهلة الذي يجب أن نتوقف عنده برئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية على اعتبار أننا نتحدث في مقام التصوف وفي هذا الشهر الكريم دكتور عبدالهادي يكون فيها الروحانيات أعلى ويبحث عموم الناس عن روح التصوف وعن مبادئ التصوف وعن قويم الخلق في التصوف في كلمات واضحة ما هو مدخلنا إلى التصوف في هذا الشهر الكريم وما هو التصوف باختصاره وبمحدداته وبضوابطه يعني علماء الأمة بحثوا في علوم التصوف وكتبت كثير تعريفات عديدة عن التصوف البعض قال أن التصوف هو علم الأخلاق من زاد عليك خلقا زاد عليك تصوفا وإذا توقفنا عند هذا التعريف بداية سنجد أن التصوف بهذا المفهوم يحقق أحد مقاصد الرسالة المحمدية أحد مقاصد الحبيب المصفى صلى الله عليه وسلم والذي قال إنما بعست لأتمم مكارم الأخلاق فمن زاد عليك خلقا زاد عليك تصوفا والبعض قال أنه الجد في السلوك إلى ملك الملوك والبعض قال أنه علم التخلي والتحلي والتجلي التخلي عن غزائل مرحلة فيها مجهدة للهوى والنفس والشيطان والدنيا التخلي فإذا ما تمت مرحلة التخلي وصلنا إلى مرحلة التحلي ومرحلة التحلي التحلي بالفضائم والمكارم والتخلق بأخلاق المولى سبحانه وتعالى فإذا كان مولى عز وجل رحيم يستطيع العبد أن يكون رحيم وإذا كان رؤوف يستطيع العبد أن يكون رؤوفا وإذا كان جبار يستطيع العبد أن يكون جابرا للخواطر فإذا ما انتهينا من مرحلة التخلي ثم التحلي وصلنا إلى مرحلة التجلي التي يتجلى فيها مولى على عباده بالعطاء والوهم والولاية والمنى ونعم بالله وهنا يعني البعض أيضا ذهب إلى أن التصوف هو يعني علوم الكتاب والسن بإجازة شديد جدا نحن نكون أن التصوف هو تطبيق كامل لكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعض يقول أيضا أنه علم التسكية قد أفلح من زكاها علم التسكية هو علم التصوف ما خارج الإطار الخاص أو ما يخالف الشريعة هو من التصوف أو ليس من التصوف ما هو مستبعد لنا التصوف وما هو مقرفي يعني إحنا انتهينا أن التصوف هو تطبيق كامل لكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كل ما يخالف الكتاب والسنة قولا واحدا ليس من التصوف في شيء في هذا المقام نجد دكتور عبدالهادي الكثير من التيارات الأفكار الاتجاهات أيضا بعض المتخصصين يتحدثون عن أن التصوف يخرج إلى إطار البدعة ويتحدثون عن أن التصوف ينتهك فيه يعني مناهج أو مسالك لا تتصق مع الشريع الإسلامي ويتحدثون عن أن التصوف به كذا وكذا وكذا بل إن البعض يعني خرج بالصوفي أو بالمتصوف من إطار الإسلام إلى غير ذلك فكيف ينظر إلى هذا من المجلس الأعلى للطرق الصوفيين يعني خلينا نقول أن في قواعد وصف المجموع بتصرفات الأفراد هو أمر مغلوط يعني وخلينا ناخد المسألة بمفهوم واضح يعني نحن نتحدث عن الإسلام فهب أن هناك شخص يشرب الخم فهل هذا معناه أن الإسلام دين معيب؟ العيب في الشخص الذي اكتكب المخالفة لكن الإسلام بريء من كل المخالفات كذلك إذا قلنا أن التصوف هو طبيق كامل لكتاب الله وسنة المصفة صلى الله عليه وسلم فإذا جاء شخص ببدعة فإن هذا الأمر مغفوط وهو مسؤول عن تلك البدعة ويحاسب عليها ونحن نغفط كل البدعة ونسعى إلى تقويم البدعة وهذا البرنامج أيضا يصحح المفاهيم حتى يتضح الحلال من الحرام دكتور عبدالهادي إذا أولا خذنا في جولة في عالم الطرق الصوفية والمجلس الأهل للطرق الصوفية كم حدد الطرق في مصر؟ مرجحيات هذه الطرق أولويات هذه الطرق على ما تتفق وفيما تختلف من أسس أو من قواعد تجعل هذه طريقة وهذه أخرى إلى هذا العالم أصل التصوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نحن تعلمنا كل القيم الصوفية من النبي مصفى صلى الله عليه وسلم حتى قبل البحث فكان النبي صلى الله عليه وسلم معلوم عنه أنه الصادق وأنه الأمين فلما نزل الوحي على الحبيبة مصفى صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا لتلقى القيم الصوفية التي تعلمناها من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عدد الطرق كثيرة يعني لدينا في مصر يمكن 78 طريقة صوفية لكن قد يعتقد البعض أن كل طريقة تختلف عن الطريقة الأخرى الأصل واحد الأصل الكتاب وسنة المصفى صلى الله عليه وسلم عشان نبسط المسألة إذا احنا قلنا عندنا علم الأحياء أو علم الكمية ربما نجد العديد من المدرسين كل واحد بيشرح المنهج بإسلوب لكن المنهج واحد المنهج اللي بيتم تدريسه في السنوية العامة هو واحد لكن سيادتك فيه أسازة كتير بتشرح هذا المنهج وتجد طالب يقول أنا بستريح في الأستاذ الفلاني بستوعب منه وهو بيستوعبني وبالتالي من هنا قاله لكل شيخ طريقة لكن ده مش معنى أن هناك اختلاف في المنهج الأساسي الكل يدعو إلى الواحد الأحد الكل يفسر كتاب الله الكل يعمل في تفسير أحاديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي الأصل واحد ولكن المشايخ تختلف في توصيل المنهج وفي تربية الأبناء وفي تربية المردين وكل واحد بيشوف تجربة معينة تجربة معينة في العبادة الاختلاف هنا اختلاف التجربة الشخصية لأن الشيخ ذهب في طريق المولى سبحانه وتعالى وجاء بخبرته حتى يقتقي بهم ويصل بهم إلى المعية أن يكون العبد في معية الله سبحانه وتعالى في كل أقواله وأفعاله وتصرفاته في اليقظة وفي المنام لأنه أصبح في معية الله يراقب نفسه في كل وقت من الأوقات الطرق الصوفية في مصر قلت لي أنه والطرق الصوفية والتصوف عموما قلت لي أنه مرجعيته الكتاب والسنة والشريعة عندنا الأقطاب الأكثر يعني إنجازة سميها شعبية في مصر مين؟ طبعا يعني من أكثر الأقطاب التي تأثر بها الشعب في مصر ومن هو القطب؟ سيدي حسن الشازولي سيدي أحمد البدوي سيدي إبراهيم الدسوقي ابن عطاء الله الثكندري سيدي مرسي أبو العباس كل هؤلاء أقطاب أثرهم في الشعب المصري لأنهم كانوا على علم وفقه وكانوا يعلمون علم الحقيقة وعلم الشريعة وهكذا كان لهم أتباع وتلاميذ وموردين داخل مصر وخارج مصر ثم شعب مصري تأثر بآل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم ووجود آل بيت في مصر كان له أثر في سلكيات شعب مصري بالكامل ولذلك أنا بتدعي أن الشعب مصري بطبحته وبفطرته هو شعب صوفي لأن احنا لما نتكلم أن التصوف تسامح وحب وعطاء ووصل يعني عندنا مصري بطبحته يحب يحب الناس كلها ودي صفة صوفية لو حضرتك موجودة في مصر وضيف جاي في مصر هتلقي مصري بواحد بيسأله على العنوان ياخده ويوصله الشعب مصري بطبحته شعب صوفي وإن لم يكن مسجل رسميا في تعداد أبناء الطرق الصوفية يعني إحنا بنحاول نعمل حص لأبناء الطرق الصوفية في مصر المريدين هم مريدين والأتباع والمحبين عدد ضخم جدا جدا موجود في مصر لساعة يجبولي إحصائيات ربما يعني قد تكون دقيقة أو غير دقيقة لكن هي بتشير إلى الكم الهائل من المصريين اللي هم بيحبهم المنهج الصوفي المنهج الصوفي أصر هو بيحكس طبيعة الإسلام الحقيقية بعيدا عن التشدد لا طبيعة الإسلام التسامح طبيعة الإسلام العطاء طبيعة الإسلام الوسطية ما نقول التصوف هو التسامح والحب والعطاء والوسطية الدين الإسلامي دين وسطية مفهوش تشدد مفهوش عنف مفهوش قصوة مفهوش كبرياء بل بالعكس هو دين رحمة وتواضع وقبول للآخر يعني وفيه تعايش يعني حضرتك لما تخشي ساحات التصوف في مصر عمر ما فيه واحد له ساحة صوفية في مصر سأل هو مين اللي داخل عليه يدخل أي حد اسمه ايه دينه ايه مش فارق معاه لكنه هو فرحان بقدوم النفس الإنسانية اللي ربنا خلقه ويمكن احنا بنتكلم كمان عن أهل البيت ووجودهم في مصر وكيف كان لهم فضل في معاملات وتسكية النفس ووجود الأولياء والصلاحين بأعداد كثيرة في مصر وبعض الناس يقولك أنت يعني ده فيه مشكلة أن أنت تروح تزور وآل البيت وتزور الأولياء طب خلينا أقول لحضرتك أنا بحب آل البيت وبحب الأولياء طب ليه؟ لأن هم دون اللي علمونا التوحيد طيب احنا كمصريين وحضرتك تفضلت أنه شخصت حلنا أن فينا التصوف فطرة وقديم فينا وليس يعني حديث علينا مرت علينا تغيرات كثيرة ظهرت خلالها تيارات كثيرة مع وجود مساحات بدأ التصوف اللي بتسميه حضرتك وتفضلت بأنه فطري جزء من الشخصية المصرية التسامح والروحانيات العالية والتقرب لله سبحانه وتعالى وحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكل المقتديات الطيبة بدأ يبقى فيه مساحات لأفكار حسبت في حينها دخيلة ومتطرفة ولكنها بدأت تتغلغل رويدا رويدا في المجتمع حتى تصدرت المشهد في وقت من الأوقات صحيح حصل صحوة وحصل نفض لهذه الأفكار لكن يعني لا يزال حتى الآن الخطاب نفسه يأتي بين حين وآخر أو يظهر في صور مختلفة في مقام التصوف المصري وفي مقام الإنسانية المصرية كيف يمكن أن نحجم الخطاب المتطرف بالخطاب المتصوف؟ يعني خليني أصدق على ما تفضلت به يعني في بعض الأصوات وبعض الاتجاهات المتشددة أحسنت التنظيم وتمكنت من الأدوات وربما قصدت في بداية هذا البرنامج أن أوجه الشكر للشركة المتحدة لأنني قرأت أن هذا توجها محمودا جديدا حتى لا يحدث ما حدث من قبل رغم أن السواد الأعظم للمصريين هم على النهج الصحيح ألا أن التنظيم والإمكانيات جعلت هناك مساحة للتشدد وللعنف والقصوة وللانقلاب حتى على الوطن كل هذه مسائل دخيلة على الشعب المصري وكل هذه مسائل دخيلة على أهل التصوف يعني لما حضرتك عايزة تهدي بلد بتشوفي مين اللي عنده النزع الهدامة مين اللي عايز وقع مؤسسات الدولة ومين اللي مصالحه بتؤدي لكده ولما تشوفي أهل التصوف عندهم انتماء وحب للوطن فساعة كتير قوي الناس تقول يا دكتور عبدالهادي ما للعمل الوطني وما للتصوف هذا فيه مخاطئ الحقيقة نحن اتعلمنا حب الوطن من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيش حد في الدنيا بيغيب عن عقله وفكره مشهد قائد الأمة الإسلامية الحبيبة مصفى صلى الله عليه وسلم عندما يعني وجد معاناة في مكة واتهامات وصلت إلى التعدي فاللحظة اللي بيخرج فيها الحبيبة مصفى صلى الله عليه وسلم من مكة بيقف على حدود مكة وبينظر إلى مكة ويقول لها والله إنك لأحب بلاد الله لله وأحب بلاد الله لي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرقت طيب احنا بنتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أليس هذا انتماء للوطن طيب حضرة النبي خرج من مكة وانتقل إلى المدينة وفي المدينة استقبل استقبال عظيم طلع البدر علينا فرح وابتهاك بوصول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأستطاع أن يؤسس المسجد وأستطاع أن يؤسس الدولة الإسلامية وأستطاع أن ينشر الإسلام في العالم مع كل هذا النجاح إلا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظل منشغل بوطنه وظل يخطط بفكرة القائد وبفكرة المحب وبفكرة المنتمي إلى بلاده حتى عاد إلى مكة فاتحة منتصرة ثم يقول له ماذا هو يسأل الناس أعداءه وخصومه اللي طردوه ماذا تظنون إني فاعل بكم فالأعداء بقى بتشهد لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم تقول له أخ كريم وابن أخ كريم ثقة في أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذن المسألة الحقيقة اللي حصلت عندنا مسألة شزة مش طبيقة المصريين مش طبيقة أهل التصوف ده مش إسلام ولد الدين ولذلك هم زعلهم لما حبوا يطمسوا الهوية الهوية الإسلامية الهوية الصوفية الهوية المصرية كل ده مفيش خلاف ده كل ده هوية وحدة هوية وحدة وقيم وحدة وتعليم وحدة هي تعليم كتاب المولى سبحانه وتعالى وسنة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام دكتور عبدالهازي يمكن استفدت في تشخيص الحالة ووضع النقاط على الحروف أين نحن وكيف يعني الحال وإلى أين قد يعني أو يجب أن نرسم مصارنا حتى نصل إلى كذا لكن كمان عندي على مقامات مختلفة عندي بعض الفراغات نعم كيف تملأ الفراغات أولا نستفيد من التجارب السابقة نعم والمؤمن كيس فاطر طبا ويعني لا يلدر مؤمن من جحر مرتين وتهيأدي إن إحنا كلنا كل مصريين استوعبهم الدرس وبقى عندهم مناعة من توجه الفتنة والتأسيم والخداع والنفاق إحنا بقى عندنا مناعة ولذلك المصريين النهاردة بيعدي علينا أحداث وتحديات جمدة جدا صحيح ومع ذلك بتجد صلابة وثقة ثقة في الله وثقة في قيادتهم اللي هم معدش مسألة الفتنة دية بتوصل لنا بسرعة بس إحنا برضو لازم نحصن أنفسنا ونحصن شبابنا ونحصن ولدنا وأنا شايف اللي أنتو بتعملون النهاردة ده يعني أحد أنواع التحصين الجيد وإحنا عندنا بنقول تحصنت بزي العزة والجبروت واحتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اسرف عنا الأزى إنك على كل شيء قدير إحنا يعني عندنا ثقة في ربنا سبحانه وتعالى إن هو يحفظ مصر والمصريين من الأزى وبالتالي إحنا كمان لازم نصل إلى حالة وعي وحفاظ وفهم واستعاب ونعرف أصلنا إيه حضرتك قلتيلي في النص تجديد الخطاب الديني ويمكن ناس كتير أول تكلموا في تجديد الخطاب الديني تعرف يا حضرتك تجديد الخطاب الديني ده يعني إيه أول مسمح تجديد الخطاب الديني معناها العودة إلى أصل ومنبع الخطاب الديني أم مستمد من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أعود لأصلي مش هجيب خطاب جديد ما جاش قبل كده تجديد الخطاب الديني هنا بيعني تنقية هذا الخطاب مما علق به من تشدد ومفاهيم فيها قتل وخوف وعنف أنا بجدد بالعودة إلى أصل الخطاب وإلى منبعه الصافي من كتاب المولى سبحانه وتعالى وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام دي ملاحظة مهمة إن أنا مش بأتي بشيء جديد أنا عندي الأصل والمنبع موجود وأنا بأعيده لحالتي في قلوب المصريين أيوة هو حصل حصل مغلطات وحاولهم إن هم يلبسهم الإسلام بقضايا بعيدة عنه يعني وده كان نوع الحقيقة من التخطيط المحكم إن أنت تبيني للعالم كله إن الدين أصبح مشاحنات وأصبح خلافات وأصبح قصوة وأصبح ترهيب ما فيش دين الحقيقة لدين إسلامي أي رسالة ساموية كانت تدعو دائماً للمودة والرحمة والسلام والحفاظ على النفس الإنساني دكتور عبدالهادي التصوف يبدأ إدراكه إمتى؟ التصوف يبدأ إدراكه بالحاجة إلى معرفة المولى سبحانه وتعالى وعشان كده بيقولوا الطريق إلى الله كيف تبدأ في لحظة من اللحظات تستوعب كل الحقائق وتتخلص من كل السلبيات وتنقي النفس من الأغيار ويمكن بعض العلماء بيتكلموا في فكرة الأغيار يعني إيه تنقية القلب من الأغيار؟ ييجي السادة العلماء ببساطة الأغيار هو كل ما هو غير الله نعم بالله يعني الغاية الأساسية للعبد أن يصل إلى مولاه عز وجل لما العبد بيصل إلى مولاه النفس بتستقيم وينعكس أثر هذا على المجتمع بالكامل فيستقيم المجتمع وينتشر الحب وينتشر الأمراض وينتشر العمل وبعدين لما بنتكلم عن التصوف ربما الناس تحتقد أن التصوف عزلة أو خلوة صحيح فيه اختلاء وأحيانا الشخص يحتزل لكن التصوف دائما يدعو إلى العمل والاجتهاد والبناء والتعمير والتفاعل مع الحياة أعمالا للتوجيه أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا عندنا مصطلحاتنا المصرية واللي يمكن بدأنا بها وهو يعني مع تطوره ومنبته ومنبعه وغير ذلك لكن أصبح مصريا الدرويش إنه فلان الدرويش فلان قاعد في المسجد على طول فلان بقى مسلم أمره لله فلان ده بتاع ربنا فلان عارف ربنا عندنا مصطلحات كلها بتوصلنا في الآخر بفكرة الدرويش في مفهوم الدرويشة المصرية الحميدة بعد فترة أصبحت المفاهيم بتختلف نتيجة دخول الكثير من المعطيات عن قصد أو عن جهل ربما لكن قصد سيئة نية أو جهل يعني في مقامة لكن الآن ونحن نحاول تنقية الشوائب زي ما حضرتك تفضلت الدرويش في مفهوم المصريين ومملكة الدرويش في عين المصريين مقامها إيه وشكلها إيه وروحها إيه عند الشعب المصري مملكة الدرويش وأصل كلمة الدرويش الحقيقة أصلها طيب جدا ومحببة لقلوب المصريين الدرويش في الأصل كان يقصب به الصوفي الصوفي الذي يتمسك بكتاب الله وبسنة المصفى صلى الله عليه وسلم ويأبى وينبوز المخالفات والحقيقة يعني ناس كتير جدا كانت بتسعد عندما يطلق عليهم هذا اللفظ حتى من علمائنا الأفاضل وبعض العلماء الأكابر عندنا في مصر يمكن في الوقت المعاصر كان مولانا فضيل الشيخ محمد بتولي الشعراوي كان بيقول إحنا درويش درويش بمعنى التصوف درويش بمعنى أننا نعلم أمور الدنيا والدين درويش معناها أن احنا بنعايش المولى سبحانه وتعالى ونحن دائما في الدرويش في معية الله يعي ويعلم ويعمل ويكتهد ويكتهد يعني مفاهيم الحقيقة الدرويش دا كان أحسن واحد في الدنيا يتقن عمله ليه؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن نتقنه مخلص في عمله إذا قال صدق وإذا وعد أوفى كان هذا هو المعنى الحقيقي للدرويش الدرويش كانت ملازمة للصوفي العالم المتمسك بكتاب لكن الجزء اللي حضرتك أشارتي إليه في محاولة الهدم منظومة الحلاوة والجمال والكمال بدأهم يعني يدخلهم على التصوف على الدرويشة إنها نوع من أنواع اتخاذ تصرفات سلبية أو عشرة أو عشرة أو مبالغة أو ارتكاب أفعال غير مقبولة في عالم التصوف نحن لا نقبل أبدا بالتفريط ولا نقبل بالخلل ولا نقبله ولا نقبل بالانحرافات ولكن ربما أن بعض حالات حالاته دايما بنقول التعميم من الجهل الشديد يعني لو ما تلاقي واحد يغلط أو يكتكب بعض الأفعال المخالفة ده واجب علينا إن إحنا نصحح ونوجه لكن كون إن الفرد ينسحب على المجتمع بالكامل دي خطيئة ولذلك العلماء قالوا التعميم من الجهل الشديد دكتور عبدالهادي تساؤل الأخير لحضرتك يعني بمناسبة رمضان وتكلمنا عن رمضان وتكلمنا عن رمضان والتصوف لكن عايزة أشوف الصيام في التصوف وأنا بتكلم النهاردة مع عموم المصريين والوطن العربي من المنصة يعني اللي بنتخاطب عليها المحترمة التصوف ينظر للصيام إزاي وينظر لشهر رمضان إزاي أولا تاني كل سنة وانتو طيبين وحضرتك بخير وخلينا نقول إن أهل التصوف بيتكلمهم عن صيامة العامة وصيامة الخاصة ثم صيامة خاصة الخاصة فصيام العوامة امتناع عن الأكل والشراب المفترات وصوام الخواص صوام الجوارح صوام العين عن النظر للحرام والأزن عن الاستماع للباطل الجوارح صيام الجوارح أما صيام خاصة الخاصة هو الصيام بالله نصوم بالله ونفطر بالله ونعم بالله وهنا قمة المعيشة إن أنت تبقي في معية ربنا في كل أنفاسك ولحظاتك وتعملاتك إحنا بنصوم عشان نتعلم نصوم عن الحق نصوم عن الحسد نصوم عن المظالم نصوم عن الكسل كل هذه أنواع من الصيام الحقيقة بنستدعيها في المصريين لأنهم بطبيعة المصريين بيعرفوا يصوم وبيعرفهم حتى في بعض المقولات اللي ما حضرش رمضان في مصر ما صمش وما شافش رمضان لأن مظاهر الحقيقة تفاعل المصريين مع قيم الصيام والالتزام بالمبادئ والأقلاق والتعاون والتكافل يعني اللي بيمشي في ميادين مصر في كل ميدان مصر ويشوفوا المصريين في ظل ظروف اقتصادية عنيفة بيقدموا الطعام والشراب والشباب بوقفة تعمل ده والسيدات بتعمل ده ده نوع من أنواع التكافل طب إحنا كمان بدنع المصريين السنة دي مضحفت هذا العمل وهذا التواصل وهذا العطاء وبنتمنى كمان أن السنة كلها تبقى بنفس القيم رمضانية المصرية الصوفية كان مستهل طيب في مملكة الدراويش طريقة إلى الله نبدأ بيعني رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية نرى الصوفية ونرى التصوف بفكر معتدل وبفكر حقيقي وبفكر يدرق الشبهة عن الشعب المصري ويدرق الشبهة عن التصوف ويدرق الشبهة عن الفكر المعتدل والإنسانية الحقة والإسلام في اعتداله وفي وسلطيت وأنا بشكرك يا دكتور ونورتنا شكرا جزيلا ضيفي الكريم رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبدالهادي القصوي كانت هذه بداية الرحلة كانت هذه وعفة في مملكة الدراويش إذا شيت قال تحيا وتحظى بقربنا إذا شيت قال تحيا وتحظى بقربنا موت الفتى في الحب راحة قلبه أهد موت الفتى موت الفتى في الحب راحة قلبي جعلته لمن أهوى لمن أهوى قلبي مسكنا وأصبحت من وجدي وشوقي ولا وعاتي أعلّل قلبي بالمشرة ولهنه ولهنه مطلق دمعي مرشل فوق وجنته ولما بأسراره وباح وأعلنه أصبحت آخر من وجدي وشوقي ولوعاتي ولوعاتي أعلّل قلبي بالمشرة ولهنه أعلّل قلبي بالمشرة ولهنه ولهنه فطاب سماعي عند طيب خطابه نعم طاب شماعي عند طيب خطابه وزال العنى عني وأصبحت آمنا وقربني لما وقفته ببابه وقال لك البشرة تملا بقربنا إله اشتركوا في القناة